فهو شخصية جميلة جداً والناس كلها عارفة أنا بحبه إنني اللعب عظيم وأنا دا دايماً رأي فيه طبعاً هو واحد من أفضل المسارات للعب مصري في الاحتراف الخارجي ومسته كمان إنه هو شخص هادي كده لابتعدهش وساعات بيعيبه ده وإن كان أنا لو ما كانه بعمل كده عشان دي شخصية برضه إنه هو مش بيماركت لنفسه ومش بيسوق لنفسه فهو هادي وفي حاله الناس تهاجمه ما هو في حاله الناس تشيد بيه هو في حاله طول الوقت في حاله إنت أكتر الناس اللي قريب منه هو النني شخصية جميلة جداً وكل ناس عارفة كده لكن النني عنده كذا ميزة بس أهم الميزات دي إنه هو راجل يعني يتصق فيه ويعني تقدر تعتمد عليه ولو في أي حاجة أنت ممكن تقدر تتكلم معاه وهو إنسان متفاهم جداً بالإضافة لإن شخصيته قوية جداً حتى كل السنين يعني لو النني مش لعيب كويس ما يعودش في أرسنال 8 سنين يعني 8 سنين دي في حد ذاتها الناس كتير كانت تتكلم والنني وما بيلعبش بصرف النظر عن كده لكن النني حتى كان الفترة اللي في منتخب مصر برضو كان كل الناس بتصق فيه يعني لو حتى العيبة عندها أي مطلب أي حاجة فبيجوا للنني هو النني هو اللي اللي هو اللي زي باللغة بتاعتنا العمية بيتصدر وهو اللي بيتكلم في كل حاجة فالنني يعني له وضع كبير جداً وشخصية مفروض إنها أي حد يستفد منه سواء في المنتخب أو في النادي والدليل على كده كل الكلام اللي تقال عليه في أرسنل بعد 8 سنين حتى يخلي لاعب حجم ديكن رايس يعني دلوقتي يعني أغلى لاعب وسط في البرمير ليج أن يقدر يتكلم عن نني ويقولي أنني أسطورة رغم أن ديكن رايس يعني أنني بقاله 8 سنين في أرسنل ديكن رايس أول سنة في أرسنل يكوني أنه قاعد مع فترة قصيرة ويتكلم عنه كده فدي في حد ذاتها حاجة كويسة كده ترجمة نانسي قنقر